موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيكم على نور الشرق ببرنامج ملء الحياة مادونا وأنا جورش كرم نرحب فيكم ومن مجد الرب ومنقله عن جد كل مجتمع اثنين أو ثلاثة باسمه حيث يكون انتم معنا ونحن الاثنين والمخرج والمهكمين على هالإزاعة فالرب في وسطنا نشكرك يا رب أنه حتكلمنا كلام تجيئ كلام بنيان حتى اللي في حاجة مننا يعرف أنه ماشي على الطريق الغلط ستصلح له وتوعيه لأنك أنت إله الخلاص إله الإنقاذ إله الرحمة إله الحماية بعتيك كل المجد الجالس في ظل القدير يقوله للرب أنت ملجعي أنت حصني أنت إلهي مزمور 91 بيقول بدنا نحكي اليوم عن الصلاة واو موضوع كتير كتير بحبه ويمكن ما نقدر نخلص هالحلقة هنجرب قد ما فينا نغطي لأنه موضوع شيء كل الحياة المسيحية مبنية على علاقة مع الله صحيح شو الفرق بين دين كلمة دين والمسيحية الدين يعني ناس عملوا قرارات أو قواعد حتى يتواصلوا مع إلهن أما المسيحية هي الله الخالق نزل لعنا وتواصل معنا عللوية وجذبنا لإله بحبه بيروحه حتى نكون أولاد لإله وعطينا الخيار نقبل أو نرفض شيء كتير 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 تشع بيقوله يعني يلمس فشو هي تعريف لكلمة صلاة الصلاة هي صلة تواصل بين الخالق وأولاده أما أنا بصلي كشو كنا نعرف أما أنا عم بتواصل مع الله عم تواصل معه لشو أنا كنت كيف اتواصل كنت اتواصل بحسب ما كنت فهمين صلي بطريقة طبعا بالطفولة بنعلم الولاد كيف يقولوا الكلام المزبوط فبطفولتي باللشة قول بابا بيقول بابا قول ماما بيقول ماما ما كيف يعرف مين البابا إذا بتقليلوا البنانا هي منقله بعيد شو منقله فنحنا كنا نسليت كبعان صلات المحفوظة أبانا والمؤسف بطفولتنا وبرقتنا أخدناها كذا مرة صارت نحفظها أكتر ما إنو نتمعن فيها ونحكيها لأله صارت محفوظة تكرار مع الوقت القلب بياخدها متل وشبات وفرد وبتصير خمسة بخمسة ثلاثة بثلاثة هل هي هيدا المقصود من الصلاة؟ ليك فينا نقرأ من متى وقتى الله وقتى يسوع قالوا كيف يصلوا لأبانا ليك شو قالوا من قبل عن جد أنا ولا مرة متى ستة متى ستة لحقرأ بنبلش من القية سبعة وكمل ولا مرة كنتبه أنو جايين ورا بعضهم ليك شو بقول وعندما تصلون لا تكرروا لا تكرروا كلاما فارغا كما يفعل الوثنيون ظنا منهم أنهم بالإكثار من الكلام يستجابوا لهم فلا تكونوا مثلهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة أبانا الذي في السموات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك على الأرض كما في السماء طبعا ونكمل صلاة الأبانا فعن جد مثل كأنه يسوع كان عارف أنه بدأ يجي وقت بأن أخذ الصلاة ونكررها 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 قالنا قبل ما يعطينا إيها لا تكرروا كفية لو سمحت أبانا الذي في السموات يتقدس اسمك خبزنا لأي 11 خبزنا كفافنا أعطينا اليوم لأ سوري قفيت لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشغير فإن غفرتم للناس ذلاتهم يغفر لكم أباكم السماوي ذلاتكم وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي ذلاتكم هلأ ما فينا نفوت بالعامل مش بالعامل ما فينا نفوت بلهوتية الصلاة غير إنه الرب بده إينا نعرف ما شيئته بالسماء أول شي بده إينا نعرف إنه هو بينا أول شي قال عندما تصلون يعني عندما يعني ما في محالة مش إذا صليتهم صح يعني الصلاة نمط حياة لأنه عطول نتواصل متل أمن بتنفس أنا علامة إنه أنا عايش هي إنه عم بتنفس علامة إنه أنا مسيحي إنه عم بتواصل عندي أكسس عندي دخول لله كأب يعني اليوم الولاد بس بده نشي بقولوا حليب حليب بني وصغر ملكي بده حليب بده يأكل عارف إنه أمه أو بيه بده يجيبوله الحليب يعني تذكت شو قال داود قال أما أنا فصلات مش أما أنا فأصلي بس قال هو صار صلاة كل حياته صارت صلاة فعن جد نحن لازم نكون صلاة شو يعني؟ يعني بتواصل دائم مع الرب لأنه متل ما كنا حكينا بالصلاة سبق الله عن يميني دائماً فجعلته الرب أمامي دائماً فلا أتجعله صح فهو إلنا نحنا تعريف صلاة هي إنه صلة مع الخالق ولي أمري أنا اليوم ولي أمري بيعني أمري بيعني القرارات عمي ملكي هو بقرر شو بعمل بروح بيجي بطلع بنزل سيدي هو أنا بخضع له مش هو بيخضع لي للمؤسف كنا نصلي نحن أول حياتي حتى الرب يعمل لي شو بدي؟ يعني النواية كانت مش متل ما هو طلب مني أباناً الذي في السماوات هو فوقي أنا معه صحيح جالس بالسماويات بس هو اللي جلسنا هو البي ليه تقدس اسمك يعني هو اسمه أهم اسم بالدني ما بزد اسمه وحياته ما وحياته ومدري شو بيحكي كأنه كأنه الله كتير رخيص لا لا الله ملك صادق خلق كل ما يرى وما لا يرى يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك يعني هون على الأرض بدي عيش الملكوت مش بس قمتر لروح لهنيك لمطرح ما بعد الحياة الملكوت شو هو الملكوت؟ هو دستور الله أمن احنا منقول اليوم إجا السفير البلد لفلانة تغري عندك صورة براسك يا سفير جبار قوي يا سفير فرطوع ليش؟ لأنه بلده اللي مسى بلده بينعمل أمن أن احنا عم نحكي عن الله والملكوت أقوى دولة بالأرض دولة الدول لشان هيك اسمه هو ملك الملوك رب الأرباب رئيس الرؤساء الخالق وهذا اسم يسوع يكتكون الحكومات على كتفاية كتفاية أمين فهو المسؤول عن كل شيء فأمن أنا بعرف هالصلة ما لازم إخدها باستخفاف وصليها جر 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 كلام كما أقولوا لا لازم اتماعن فيها وإفهم شو معناتها لقدر يعني الرب بده يحللي كل مشاكله عنده أجوبة لكل أسئلتي لأنه مشيقته واضحة بالسماء وبده يظهر لي إياها على الأرض ومشيقته هي كلمته لأنه أنا كيف بعرف شو بده كيف عرفت كيف صلي الأبانا لو ما كتب لي إياها كيف عرفت شو ما شيقته من كلمته فإذا بكلمته في توضيح وتفسير وتعليم لكل شيء بخص حياتي وإلا لشون عاطت الكلمة هي كلمته معه بقلبه لقله هي معه كل الوقت عطيها بطريقة مكتوبة بكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد لا أنا أفهمها لا أنا أتعرف عليه لا أنا أسلك فيها لا أنا آمن فيها أنا أوجقا أنا وparents �ايك ل提 little thing قالت لك شيء قالت لك ما بدا إيمان لو أن أحد يسلك بعضلاتك ما بدا إيمان لو أحد يسلك لم أعطي إيمان لو أن يسلكので تقريبا على راسك ما بدا إيمان لو أحد يسلك بإرادتك بالحيات باستقللية عن إرادة الله بدّ إيمان لنسلك بكلمة الله بدّ إيمان لنسلك بمحبته للرب بدّ إيمان لنسلك الإحب unter الله بدّ الإيمان لنسلك برسم دائم نوال صحيح. أن أيمين يعني أن نال ما قد أعطاه الراب. فمشن هيك الإيمان أنا بأخذ اللي نعطاني. بس إذا أنا بدي أعمل يعني أنا مش عم بأخذ. أنا عم بأعمل. فمشن هيك مش بحاجة لإيمان. عنا كتير عوقات نحنا وغيرنا بس بيجي عبالي حدا. عنا صديقة كتير 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 بتشد و بتقد بدها إيه لابنة يطلع الأول بالمدرسة. وهيدا مش غلط. بس إمن بتشد و بتقد بعضلاتها إلى الحد إنه هي منهارة ونهار زوجة ونهار ابنة يعني نهار أو ليل. لا عم نحكي انهيار. صحيح. يعني هيدا بطلت عب تشتغل بمشيئة الراب. ليش؟ لأنه إذا أنا واسق بالرب بآمن وبرتاح. وهيدا المشيء. هذا مش إجباري يكون الأول. مش هون عم نحكي. نحنا عم نحكي عن بغد النظر. أنا حتى إذا عطلينهم تحقق مشيئة الراب. حكون برات الإيمان. ليش؟ لأنه مشيئة الراب بتصير بقدرته. بقوته. بحضوره. مش بقدرتي أنا. أنا بس بدي آمن إنه أصد في جزء أنا بعمله وفي جزء هو بيعمله. حتى جزء يلي أنا بدي أعمله بحاجة لإله يعيني. فإذا أنا بدي أعمل إشياء بعضلاتي باستقللية عنه ما بكون مآمن فيه. يعني اليوم متدافع تبع الأهل إنه بدهم الأفضل لولادهم. طبعا. وبدهم الأولادهم ينجحوا بالحياة. بس نحنا في كتير ناس نشحين بالحياة وما كانوا الأول بالمدرسة. هيدا اللي قصدي قوله. لأنه ما في كل كل يعني صفي ثلاثين واحد كلهم يعني لازم يكونوا الأول ما بتزبط. وإذا ما كانوا الأول يعني يفشلوا بحياتهم كمان ما بتزبط. نحنا منعرف كتير عنا أمثير بالعالم كله ناس مرتاحين مادية ناس أغنية ناس مبسوطين. وبالمدرسة لأنه إذا واحد نجح بالمدرسة مش معناتها نجح بكل حياته. ريوسير لا في. اس ريوسير لا في سي ريوسير سا في. يعني يمكن واحد يطلع أكبر مخترع. بس مش مبسوط بحياته. عم نحضر فيلم لتاسلا لأنه ما بنا نحكي على حدا عايش يروحوا يتصل فينا. إننا عم تحكوا عليا. تاسلا اللي اخترع التاسلا برينسبل طبع مبادئ الكهرباء. صح ما كان مبسوط بحياته. وعنده وحده بتحبه ومش لكشها وعنده عنده فرص كتير يعمل علاقات اجتماعية ما كان يعرف عيش لوحده. ضجح فايد الأرض كله بس هو ما استفاد من العلاقات. ماذا ينفع الإنسان. لو ربح العالم. ربح العالم وخسر نفسه. لو ربح كل العالمات وخسر نفسه. فأنا اللي عبقوله هي مش لأنه عم نائد هيدا الأم أو عم نائد هيدا البي. مع الوقت بالولادة بلشوا يصير فيه علامات. طبعا أول شي كنت مبسوطة فيهن اذا عرف هيدا اللون شو وهيدا اللون شو. مع الوقت بس صار فيه علامات وكبروا شوي صرت تحس انه ليه ولادي ما عم بينجحوا. بل صار عندي هالحاجة انه لأ بدي شد عليهم. بعدين طلعت لحظة لأ انا بدي روء. إذا هالولد قيت رياعتي هيك هالقد بيقدر رياعتيه وعالماتهن منيحة. أنا ما عم بحكي إذا الولد مأثر مش عم بيفهم عم بيسقوت يعني في اشي في مشاكل لا هيدا بدنا نعلجها. بس عم بحكي الشد زيادة عن ما الولد بيقدر يعطي بالتركيز تبعه. أنا رحتلها بأسلوب كتير مبسط حتى الناس يفهموا. أنا عم نحكي عن الصلاة الشركة. شكله ليك في ناسح بحاجة تسمع هيدا شي. مش انهيك نفتح الموضوع. أكيد. القصة وما فيها هي أمن أنا بعمل أي شي بحياتي. حتى أنا بدي أقول أنه أنا مرتي هتحبني. ليش؟ لأنه أنا بدي أحبها بطريقة ما تقدر ما تحبني. وين عم بتكل؟ صح. عم بتكل عليا. صحيح. وهيدا شي في كتير ناس بيعملوه ومش غلط. الرب يسوع بيكلمت وقال أيها الرجال حبوا زوجاتكم كما أحب المسيح الكنيسة. وبدل نفسه عنها وغسلوها بالكلمة دايما نحكيها الكلمة الحلوة. أنا ما عم بحكي عن هالشي حتى إذا كنت أنا عم بياخد هالكلمة. وبيدي أعملها باستقليلية عن قوة روح الأدوس. وقدرة القيامة عم بعملها بس لأني أنا متكل على حالي ما هتزبط. فحيحيحيحيحيحبات. صح. هإفشل وحتتزعزع سئتي بحبي لإليك وحتتزعزع سئتي فيك وحتتزعزع سئتك فيي. خربنا الدنيا. بس أمن أنا بأمن بالرب أنه ما شئته لزواجي أني أنا حب مرته. وأنا من حبه للرب يلي فيي ومن قدرته يلي متاحة لإلي استعين فيها. وبيفضل قدرته ونعمته المجانية فين أحبك. هوني بطلت أنا عم بعمل الشغل بقدرته ولا خايف ما تش تزبط أنا مآمن. أمن أنا بس لك بالإيمان ما بدي خوف لأنه الإيمان يطرح الخوف. شو الإيمان بكلمة الله؟ محبة. شو هو الله؟ محبة. أمن أنا عم بس لك بكلمته بمحبته يعني أطرح الخوف خارج. شو هو الخوف؟ أني أنا اللي أنا بدي أحقق وبي أستقللي عن مشيئة الله. أو حتى إي كومبري يعني شامل مشيئة الله أنا بدي أعمله بقدرته ما هو في خط رفيع. يعني أنا عم بسقط من النعمة عم برجع أسلك بالشريعة. شو الفرق بين الشريعة والنعمة؟ عهد قديم عهد جديد. بالعهد القديم كانت واقفة على الناس أنه تفضلي كانت واقفة على الناس تيسلكوا مع الرب تيفرجوا أنه هن وفيين. وهذا هدف كان معطى للشريعة لتفرجينا الشريعة شريعة موسى يعني أنه نحنا عاجزين أنه نرضي الرب بعضلاتنا بحاجة لمخلص. شو الترنيم اليوم؟ حكيولي عنك طوال السنين. هللويا. حكيولي عنك طوال السنين. قالوا لي إنك إنت الأمين. حكيولي عنك طوال السنين. قالوا لي إنك إنت الأمين. ناديتك مرة ولبيت الندى. فتحت لك قلبي صرت العذاب. ناديتك مرة ولبيت الندى. فتحت لك قلبي وصرت العذاب. صرت حبيبي صرت الصديق. صرت معيني أنت الطريق. صرت حبيبي صرت الصديق. صرت معيني أنت الطريق. وقريت إنجيلك. عرفت كلامك. وآمنت بإسمك. يسوع الأمين. وقريت إنجيلك. عرفت كلامك. آمنت بإسمك. يسوع الأمين. عليلويا. هادي فيه إلش هادي وراها الترنيمة. بدي أعطي مجلة الراب. أنا وقتا كنا عايشين بالخليج. كان عندي دفعات كتير مستحقة. ووحدة منهم أجار الفيلة. وإذا ما مندفع الأجار بحطونا برا. والفيلة مفروشة وإاخدك عروس جديدة. وأهلك عمهلك مفكرين أنه أنت قاعدة هونيك مبسوطة أحلى من وضعهم باللبنان. فليلة الضغط القوي علي. قلت له يا رب أنا سوري أنا محلك بجيب هالله. فيك تحكي الرب هالطريقة. فيك تحكي الرب. متل ما بدك. ما نروح لقدوس عم بيساعدك كمان. تفتفد قلبك. لأنه بتعرف إنه الإنسان متل منه معمول على الأرض يعيش بحاجة لأكسجين. معمول إنه يعيش على الأرض بدون هم. لأنه الهم بيقتل. تسعة وتسعين بالمية من المشاكل العلاقتية. ومن المشاكل الصحية. هي بسبب الهم. صحيحة. إنه أنا ما أقدر حقق. مثل ما قال لي في الحلقات الماضية. أنا محبط. فروستريتد. لأنه ما أقدر حقق أهدافه. بس إذا أنا بوسى إنه الرب محقق أهداف رو على إلي. وأهدافه أحلى من أهدافه برتاح. علي شغلة وحدة أعملها. أسلك معه يوماً في يوماً. مثل ما الخروف بيسلك مع الراعي. الرب رعية. فلا يعوزني شيء إلى مراع خضر يربضني. وإلى مياه هدئة يرشدني. ينعش نفسي ويردني إلى ترك البربس أغلط. إكراماً لإسمه. المسؤولية مسؤوليته. أنا أكبر شيء فيني أعمله. وأعظم شيء فيني أعمله بالحياة. هي أني آمن. مثل أعظم شيء المرأة فيها تعمله بالدنيا. إنه تنجب أولاد. أعظم شيء فيه يعمله الرجال يكون أب صالح. إذا تجوز. هلأ في ناس ما عندهم دعوة يكونوا مجوزين. وأهم شيء فيك. أول شيء قالوا الرب لأدم وحوا. إثمروا تكاثروا وإملأوا الأرض واخضعوها. فاليوم أنا بدي أقولك إنه صليتها الصلاة يا رب. أنا محلك بجيب الأجار على سنة. وبهتم بكذا شغلة مادية. ولا ارتاح. ورحت نمت. الصبح بوعى باتصال من صديق لألي. بقلي ليك في إلك غرض صغير هون تشك. بتقوله شو قال لي حسيت أعطيك الأجار على السنة وترتاح. نفس الكلمة كأنه كان عم يتسمع. قلت له يلا جاي. جاي بكون عندك بعد عشر دقايق ربع ساعة. حطيت حالي. وأنا بالعادة بطفي التليفون قبل منام. ساقة بتليلتها مش طفي. وهذا الصديق بسافر. ساقة بتلفان اللي بجي الصبح. يعني كيف الرب هزه وحركه عن جد هيد العجيب. وأنا مش أين لحدا شو حاشتي وشو موضيعي وشو مؤخر علي دفعات. وشو مؤخر علي فوتير وشو ناطر وشو مش ناطر. أنا بحكي مع الرب وهو بيهتم بشغلي وهو بيزيده وهو بيعمله وهو بيرعاه. أنا ما عندي مصلحة يخبر الناس لأنه ما هذا مصدر عايشة غير الرب. حللويا. هلا حيستخدم طرق نعمل ديل مع الناس بزنس مع الناس شغلة مع الناس. بس مش أنا بدي روح دق بواب الناس كلها وكسر راسي. وبالأثر دق بواب الرب. أنا بحكي الكلمة حتى ما بدق بابه. بيخد أأتي إلى عرش النعمة لنوال نعمة ورحمة لكل حاجة. حللويا. فالمهم رحت لقاطة التشاك كان أكبر تشاك ماسكو بوقته. حطيته بالسيارة وحطيت له السيت بلت يعني حطيت له الحزام الأمن. وطلعت فيه هيك على الإشارة وطلعت من قلبي. حكيولي عنك. حكيولي عنك. إنه مبارح حكيت. مبارح كنت سامع. مثل أمرة أسامرية. بارح ناديتك. بارح ناديتك ولبيت الندى. مثل أمرة أسامرية بيوحنا أربعة. قالوا له نحنا صدقناك عن يسوع وآمننا فيه. بس هلأ ما تطلنا مصدقينه ليسوع ومآمنين فيه من كلامك. نحنا هلأ صدقنا وآمننا من كلامه. فخوض الوقت تحكيت فتفضله. في ناس هلأ عندها كتير حاجات. في ناس كتير مقصرة بفوتيرة. في ناس عندها حاجات لصحتها. لمسة شفائية. هدول كلهم خدهم. هلأ الرب بده ياك تكون ملموس منه. محقق أحلى مخطط. وإلى شو منقول لي تكون مشيقتك. إذا مش عارفين إنه مشيقته بجراح المسيح شفائنا. حمل أمراضنا وأخذ أثقامنا. وبجراحي تم لنا الشفاء متى 8. رسالة مطرس الأولى 2-24. يسدد جميع حاجاتنا بحسب غناه بالمجد. كل حاجاتنا. الشفاء الروحي الجسد المادة. حاجاتنا كلها مسددها بحسب غناه بالمجد. في لب 4-19. الصلاة اللي أنا تعلمت وبلشت فيها. وهي دي روعة لعمري اللي كنت فيه طفل. كنت صلي صلي وامشي. إله للرب شو سمع دروسة فرودة. بس ما كان فيه تواصل. ما كنت عارف إنه فيه علاقة بي وابنه. مع أني عبقول أبانا اللذي في السماوات. بس ما كنت عبعيشها. فمع الوقت البزري طبع المفهوم الكلمة نضج. وصار فيه فهم أكتر. صارت بش بس روح صلي واحكي كلام حافظه. صرت بلش أبانا اللذي في السماوات. يا بابا ما أنت بالسماء. ما بالسماء ما فيه مشاكل. كما في السماء كذلك على الأرض. ما بالسماء فيه سلام. ما بالسماء فيه فرح. ما بالسماء فيه ملايكي عبترني وتسجل. ما فيه نقص بشين. بالسماء أنت عبتضحك. بالسماء ترقى الزفق. سوري. الرصيف بالسماء الذهب. أبواب الأبواب السماء. أبواب قرشاليم الجديدة. بالسماء حجارة كريمة اليوم. إذا وحد معه ربع كرات بشوف حاله فيه. يا لطيف. أبواب طولة وعرضة أميال. يعني شو هيدا. يعني أنت يا بابا كتير غني. أنت يا بابا كتير لذيذ. أنت كتير بتحبني. أنت تجسدت كرمالي. أنت جيت على الأرض كأنسان. ولدت من المريم العزراء. بتبطلت صلب البغاية. صارت تأمل بالعلاقة. صارت شو حافز. شو حافز. شو قاري. تعرف شو بيصير. بس تقرأ هالكلام. بتصير تعرف إديشك أنت مهم بعين الرب. أنه الرب ترك مجده. ترك كل شيء وإجا. كرمالك أنت وكان خادم. وحتى الموت مات المسيح. كرمال مين مات المسيح. كرمالة. كرمالة هي. كرمال مرتة. كرمال المشاهدين كل واحد مننا. فإذا بس تعرف أنه هالقد محبوب أنت. شو بتشوف بعدين مشكلتك. نقطة. نقطة. ماشي بتتفتش عليها. بديك ميكروسكوب. بديك مكبر لتشوف مشكلتك. بس أمن بتشوف حالك معتر. ومشي قلت الله هاي دي التعتير اللي انت فيه. حتظلها التعتير اللي انت فيه. يكبر بحياتك. حيصير النقطة. الجبل. وتنسى الخالق. وتنسى حلول الخالق. وخلاص الخالق. وفداء الخالق. وشفاء الخالق. فشو القصة. القصة أنه نحنا وين من حط عقلنا. بتصير بحياتنا مثل مراية. حط عقلك وفكرك ونظرك على كلمة الرب. وسمعك. شو حيصير؟ حتصير تشوف الكلمة. انت ما عب تقنعه للرب يعمل شيء امن بتقرأ كلمته. حلو حلو. انت ما عب تلويله ايده تقوله ليك صليت انا حفظت ايتان او شيء. لا لا لا. انت امن عب تقرأ عندك فرصة تعرف شو عمل لك. وعندك فرصة تقرر اذا بدك تقبل شو عمل لك. او لا مش هيفرض حاله عليك الرب ولا علي. 33 سنة ونص نطرني متكتف. حبيبني امي عب تصليلي يا رب رحمها الصبي ضايع بامريكا يا رب رحمه. وشو مفكر حاله الصبي. اسكى واحد عم يبعط له كم ميت دولار لامه. بلبنان فكر حاله انه هو البطل. وامي كانت عم تصلى وما صلت لامي كذا مرة اتعرضت للموت. نحط الفرد براسه لو ينسرق الجزدان كان فيه ستين دولار. كذا مرة نجاة عن جد لو ما ايد الرب. وانا شو مفكر حاله تصور الرب اليوم انت وانا. مفكرين حاله بمكاني مش عايزينه. هيدا اللي مفكر هيك هو الشخص الاكتر شيء بحاجة للمسة منه. ليش؟ لانه يلي عرفه بلاش يدوق طعمته وعم يكبر يوما في يوما. ويمكن في حدا بحياتك هلأ عم بيخبرك عنها الله عم بيحكيك عنه. الله الاب الله الابن الله الروح الكدس الاله الواحد. الذي يطوك انه يلمسك غير ظروفك وظروفك. يبني زواجك يبني اعمالك يغير لك وضعك الاقتصادي. بتقلي معقول. معقول لانه الهنا السيد يحمل احماننا يوما فيوما. وله سيدنا الرب من الموت مخارج مش مخرج مخارج. شو بدك تعمل صلي. صلي اللي بتعرف تصليه. ابانا اللذي انت عبتصليه افتح قلبك وتسمع شو عبتقول. وصدقه حتلاقي انه ظروفك بلاش تتغير. لانه الهنا ناطر ناخد منه شو عطينا. ما حنطلب منه شي اكتر من ما هو عطينا. ما حنقدر نطلب اكتر. لانه اللي عطينا ايه اكتر بكتير مما نحنا نحتاج له. احسر جدا مما نطلب او نفتكر. او نتصور مثل ما قال بأفاسوز الثلاثة عشرين. بشان هيك انا بتحمس بس احكي. لانه كلنا منكون اطفال بس بابرانيين خمسة. يقولون بها الوقت هيدا خلاص بقى طفولة. خلاص بقى. بنا عم نرجع نعلمكم الاشياء. لانه يناك. لانه تصور انا ابني هلاني عمره عشر سنين. عم برجع عم برجع علمه كيف يأكل الصندوش. ما بيحيكلني بعد شوية. هو بيفتح البراد. هو بيقلي زيح من هون. هو بيعف يتصرف. فالرب كمان بده ينا نكبر. ليش؟ لانه مثل على الطيارة. ما بيصير فيه حادث او مشكل. بنقطع الاكسجين. وعرفت بركات الرب لحياتي. مرتى حتستفيد. اذا هي نطجت وكبرت. زواجنا حيستفيد. ولادنا حيستفيدو. اهلنا حيستفيدو. جيراننا حيستفيدو. كم من الناس يتكون انه يعرفوا اله نحايا. امين. كتير ناس ما بيعرفوا اسم يسوع. انا بكون لحيصير فيه حادث بسيارة. يسوع يسوع يسوع. لك شو بيك شو بيك شو بيك. لانه اسم يسوع اقوى من كل اسم. فكل اسم. لا اسم يسوع تسجد كل ركبة. لا اسم يسوع يسجد كل اسم. اسم حادث. اسم موت. اسم مرض. يسوع. بفكروك الناس انك انت متعصب. لا مش متعصب. انا بعرف قوة يسوع واسم يسوع. اذا ما استخدمتها بحالات. طارقة. امتي بدي استخدمها. اذا ما مارست ايماني. عشو انا ما امن. بس بقول باسم الاب والابن والروح الكدس. ما بيستخدم قوة الاب. ما بقرأ كلمة الابن. ما بتعرف على الابن الكلمة. ما بخلي الروح لقدس. ينورني ويرشدني ويدويلي حياتي. مش معقول. مش معقول. لازم افتح له مجال. قريب الوقت لا يخلص. شو بديك تقليلون للناس. بليز تواصلوا معنا على جورج ومدونة. دابلو اي. مدونة. فيسبوك. يوتيوب. انستجرام. اي سؤال عندكم ايه. بتحبوا تسألونا ايه. مواضيع جديدة بتحبوا انه نحكي فيها. بليز حكونا. وانا بصلي باتفاق مع مدونة وانا. انه تصلي الصلاة اللي بتعرفها اللي ربيت عليها. بس انتبه كيف عبتصلي وافتح قلبك. وحتشوف الرب امن انت بتقله علمني. صلي باسلوبك كيف هياخدك للنكست لفل والنكست لفل. وحنشوفكم بحلقات قدمة بنعمة الرب ونحكي عن الصلاة. وانا عبصلي وانتو صلولي الرب معكم. اشتركوا في القناة